اهلا بكم من رشاة الاخبار من الميادين مستهلة بأبرز العنوين موسكو تكشف عن اعداد النصرة لاستفزاز كيميائي في ادلب لاتهام دمشق به ولفروف يتهم واشنطن بتهديد وحدة سوريا وبعزمها على ابقاء قواتها فيها الى الابد تادرسون يرى ان هجوم عفرين حرف مسار العمليات ضد الارهاب واردوغان يدعو واشنطن الى عدم التذرع بداعش موسيقى لبرمن يعد سوريا نقطة ضعف في محور المقاومة ويهدد باستمرار الاعتداءات عليها ودمشق تتوعد اسرائيل بمفاجآت جديدة الاحتلال يمدد اعتقال المناضي لعهد التميمي ويبقي جلسات محاكمتها سرية والمعتقلون الاداريون يقاطعون جلسات المحل اهلا بكم قالت وزارة الدفاع الروسية ان جبهة النصرة تعد بالتعاون مع الخوذ البيضاء الاستفزازات في ادلب لاتهام دمشق باستخدام اسلحة كيميائية الدفاع الروسية قالت ان احد المواطنين ابلغ مركز المصالحة في حميميم ان النصرة نقلت الى احدى القرى اكثر من عشرين اسطوانة تحوي على الكلور وهي تعد لعملية استفزازية هناك وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اتهم واشنطن بالتصرف على نحو منفرد وخطر في سوريا وبتعريض وحدة الاراضي السورية للخطر لافروف قال ان لدى موسكو شكوكا في ان واشنطن تريد البقاء في سوريا فترة طويلة ان لم يكن الى الابد الامريكيون يتصرفون وفق خطوات خطيرة احدية الجانب وهذه الخطوات تبدو اكثر فاكثر كجزء من خطة لانشاء ما يشبه الدولة على جزء كبير من الاراضي السورية وعلى الضفة الشرقية لنهر الفرات وحتى الحدود العراقية هذا خطأ يقود وحدة اراضي سوريا كذلك اكد لافروف ان موسكو لا تزال تؤيد مشاركة الكرد في كل عمليات التسوية السورية مضيفا انه لا يمكن حل الازمة من دون مشاركتهم روسيا كانت وما زالت تؤيد مشاركة الكرد بشكل مباشر في كافة الجهود للتسوية السورية الكرد جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري وبدون مشاركتهم لن نتمكن من تسوية هذه الازمة بشكل ثابت ونهائي وفي المقابل رأى وزير الخارجية الامريكية تيلرسون ان العمليات التركية في سوريا ادت الى حرف مسار المعركة مع المتطرفين وفي افتتاح اعمال الاجتماع الوزري للتحالف الدولي في الكويت قال تيلرسون ان داعش ما زال يهدد المنطقة بالرغم من تحرير الاراضي العراقية منه تيلرسون اكد ان واشنطن تتفهم المخاوف التركية في سوريا وفي جانب اخر رأى ان استعادة الوحدة الخليجية ما زالت تصب في مصلحة جميع الاطراف في المنطقة وحثى الدول الخليجية على حل النزاع الديبلوماسي مع قطر بالنسبة الى الوضع في عفرين فانه حرف مسار معركتنا ضد داعش في شرق سوريا مع تحول القوات باتجاه المدينة لقد كنا نجري محادفات مع حليفتنا في الناتو تركيا ونجد من المهم ان يفكر في تأثير هذه العملية في مهمتنا الرئيسية في هزم داعش سأزور تركيا في وقت لاحق من هذا الاسبوع وسنجري المزيد من المحادثات مع الاطراك بشأن كيفية استمرار العمل معا على هذه المهمة مع اعتراف الجميع بان هناك عناصر ارهابيين اخرين ينشطون داخل سوريا من بينهم القاعدة الذي يمثل تهديدا للولايات المتحدة وجبهة النصرى وغيرهما وقبل ان نتابع باقي اخبار النشرة سنذهب لان الى مؤتمر صحفي مباشر لنائب الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ حسين ديهي في الذكرى السابعة للثورة البحرية من خلال كل التجارب وقراءة التاريخ والجغرافية انها لم تفلح في حرف المسار عن التوافق مع الناس وان يكون الوطن الوطن كل الوطن حاضنا للجميع ولحقوق الجميع بدون تمييز لماذا يرفض النظام الحل الشامل ولماذا يرفض النظام الحوار مع شعبه ولماذا يتجاهل النظام كل صراخي واصوات الناس حول المطالب المعيشية او السياسية او الاقتصادية او الخدمية منها او الحريات عندما يأتي اعتراض او صوت من اشقائنا او من اي طرف خارجي تهتم به السلطات كل الاهتمام وعندما يكون الصوت من ابناء الوطن لا حياة لمن تنادي كما حدث مؤخرا في مشكلة التجنيس السياسي منذ فترة طويلة وسماحة العلامة السيد عبدالله الغريفي حفظه الله ورعاه وهو الحريص على الوطن والحامل لهموم هذا الشعب يطلق النداءات للملمة الشتات وتنقية المناخات في هذا الوطن والدعوة للمصالحة والتسامح ومعالجة الازمات ولكن لا من مجيب ولا من نظرة جادة مع هذه الشخصية الاسلامية الوطنية المحبة للوطن وهنا لا بد ان استحضر الخطاب الوطني الجامع لسماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم الذي شكل حاضنة للوطن وسياجا في الحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية والاسلامية وكل خطاباته كانت تحن على الوطن واهله بالاضافة الى مسعاه الجليل في الدعوة للحوار وضرورة تجنيب الوطن الازمات ولكن جواب النظام على كل تلك المساعي هو اخضاعه للإقامة الجبرية والحصار الخانق والمحاكمة الجائرة لنقف لنصارح انفسنا وشعبنا حول هذا الواقع المؤلم والمتأزم والضاغط على الجميع وبالاخص على وطننا وبلدنا الذي لا يستحق كل هذا العناء والتأزم سبعون هي السنوات التي انقضت من عمر حراك شعبنا على الاوضاع المتردية فيه سبعون من السنوات ولم تكن هي البداية لأزمة شعبنا الحبيب الذي عانى لسنين طويلة من المحن والاضطهاد والتمييز وسائر انواع الظلم والافقار حتى اصبح يشار الى شعبنا بالبنان بانه شعب مستضعف ومظلوم على كل المستويات سبعون من السنين مضت ولا زال شعبنا المسلم المسالم قوي قوي العزيمة ثابت القدم على طريق الحق وشعاره ارادتنا اقوى اقوى من كل ارادة تريد لنا الهزيمة والخنوع والاستسلام شعبنا بكل اطيافه ومكوناته اتفق معنا ام لم يتفق هو شعب عظيم رغم قناعاتنا انه لا يوجد في البحرين من لا يريد الرفاه بدل الضرائب والتجويع ولا يوجد في البحرين من يريد الذل والعبودية بدل الحرية والعزة والكرامة ولا يوجد في البحرين من يعشق الاستبداد والتسلط على العدل والديمقراطية والشراكة السياسية واذا وجد فهو غريب ليس على مستوى وطننا فقط بل على مستوى الخليقة كل الخليقة فمن يختار العبودية والاستبداد هو اما ان يكون داعما للاستبداد او مستفيدا منه او ان فقر الاخرين هو لصالحه غناه وترفه وهذه هي سنة الحياة ايها الاخوة والاخوات ندخل عامنا الثامن وبالرغم من كل الكبت والتنكيل الا ان عزيمتنا اقوى وقرار هذا الشعب هو الاستمرار حتى تصحيح المسار والحصول على ما يوفر الكرامة والعزة والاستقرار لكل الوطني واهله اقولها لكم وبكل فخر واعتزاز منذ 14 فبراير 2011 وإلى يومنا هذا خرجت في البحرين 48 ألف وتسعة وعشرين تظاهرة واحتجاج اعيدها 48 ألف وتسعة وعشرين تظاهرة واحتجاج هذا ما سجله عبداد الوفاق فقط والعدد قد يكون اكبر اكبر بكثير ولكن هذا ما رصدناه وربما يكون رقم وزارة الداخلية اكبر بكثير من هذا الرقم لأنهم يرصدون التظاهرات والاحتجاجات ولكن مع الاسف الشديد لقمعها او لاعتقال المشاركين فيها او غيرها من المآرب الاخرى بالله عليكم فتشوا في كل مكان هل هناك شعب بهذا القدر من الاصرار والفولاذية رغم كل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب لمنعه وكسر ارادته قولوا لي ماذا لو خرجت خمسة بالمئة من هذه التظاهرات في بلد اخر وانتم تتابعون الاعلام ماذا كان سيحدث لو كانوا في بلد اخر بالطبع سيتحرك العالم كل العالم للمطالبة بدعمهم ومساندتهم والضغط لاعطائهم حقوقهم احفظوا هذا الرقم جيدا 48.029 تظاهرة رغم منع التظاهر والاعتداء بالسلاح والعتاد على التظاهرات ولكن الشعب العزيز لم يتوقف ولن يتوقف بل سيستمر بسلميته وعنفوانه حتى يصل الى الدولة العادلة القائمة على الشراكة السياسية واحترام حقوق الانسان وهناك ارقام كبيرة في تعداد من اعتقلوا وعدد المداهمات والاقتحامات للمنازل وعدد من تعرضوا للتعذيب والقائمة تطول تطول لدينا انواع من الانتهاكات لا توجد في بلد اخر وقد ندخل في موسوعة جنيس للارقام القياسية في حجم وانواع الانتهاكات قولوا لي من المتضرر من ازمات الوطن ومن هو المستهدف طبعا المستهدف هو كل بحريني كلنا مستهدفون انت بحريني اذا انت مستهدف تتذكرون شعارات كانت تطلق من باب المزح طبعا الله لا يغير علينا الله لا يغير علينا او الكلمة التي لا اريد توصيفها الان بوصف ما الايام الجميلة التي لم نعشها بعد نعم اليوم المواطم مطلوب منه رغما عن انفه ان يدفع فاتورة الفساد وسرقة المال العام من جيبه والاستفراد بالقرار المالي رغم ضعف الراتب والمداخيل لكن سياسات السلطة مستمرة في شفط الاموال والذهب في سياسات فاشلة اوصلتنا لما نحن عليه الاستهداف في كل شيء للوطن كل الوطن منذ ذلك اليوم والى يومنا هذا فلم يستثني النظام احدا شيعيا كان ام سنيا اسلاميا كان ام لبراليا فالمواطن هو المتضرر من الافلاس والتراجع المالي والمتضرر من التجنيس والمتضرر من ضعف الحريات والمتضرر من غياب الشراكة السياسية والمتضرر من ضعف وتسبع كل السلطات وتحولها لسلطات ومؤسسات هشة وهزيلة لا حول لها ولا قوة لان الاستبداد يعني ان تتركز السلطات ان تتركز كل السلطات كل النفوذ كل المال كل الثروة والقرار عند شخص واحد او مجموعة اشخاص فقط البرلمان الحالي والذي يناقش تعالوا ننظر ماذا يناقش البرلمان اليوم يناقش هوزي المكيف او الايسي كما يعبر عنه البحارمة او حراسي المقابر والحكومة التي لا يعرف وزرائها عن القرارات المفصلية الا في الصحافة هل هذه حكومة تستطيع ان تقدم شيئا لهذا الشعب بالتأكيد لا وخصوصا انها حكومة لا يستطيع احد محاسبتها او مساءلتها لا الشعب ولا البرلمان ولا احد وهنا تضيع كل حقوق الناس ويسرق قوتهم وعليهم ان يدفعوا للنظام الضرائب وهم صامتون وعليهم ان يقبلوا بالتجنيس ويخرسون وعليهم ان يستجيبوا لما يريدوا الاخرين ومن دون نفس هذا هو الواقع المر المؤلم الذي لا يبني وطنا ولا يشعر احدا بالاطمنان ولا يوفر استقرارا للمواطنين وهذا ما يدفعنا جميعا لضرورة العمل على تصحيح اوضاع هذا البلد والذهاب في الحلحلة للأوضاع السياسية والاقتصادية واشعار الناس بالاستقرار والاطمئنان عبر تحقيق الشراكة السياسية عبر تحقيق الشراكة السياسية وتطوير مؤسسات الدولة وبناء الثقة التي لا تتولد الا عبر عقد اجتماعي سليم ومتوافق عليه لقد اصطنعوا لغة عدائية وابتكروا اساليب شيطانية ساهمت في التحريض الطائفي بين الطائفتين الكريمتين في محاولة منهم للخداع ولكنهم في الحقيقة سلبوا هذا وذاك ولم يستثنوا أحدا ساعدهم على القيام بهذا الدور المخادع من؟ بعض من باعوا دينهم ووطنهم من أجل الدرهم والدينار فأعانوه وساندوه وضيعوا البلد ولكن ما يجري حولنا جميعا كبحرينيين سرعان ما كشف هذا الزيف والخداع وسقطت كل الأقنعة التي كان يتوارى خلفها هؤلاء فلنتأمل قليلا ماذا أنتج الاستفراد بالسلطة وبالثروة وبالقرار السياسي وبإدارة البلد بعقل واحد لا يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات أو أن يكون الشعب مصدرا للسلطات وبتكريس تهميش المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي وغياب دولة المواطنة وعلى النظام أن يتأمل قليلا في مآلات هذه السياسات التي انتهجتها دول أخرى كانت تمتلق قدر أكبر في إحكام القبضة الأمنية والخيارات التأزيمية إلا أن نهايات الأمور هي تحقق ما تريده الشعوب أيها الأعزاء نحن أصحاب مشروع وطني ومنفتحون لأبعد حد في حاجتنا إلى التوافق الوطني الشامل ومستعدون للمساهمة في أن نلملم هذا الواقع المأزوم مع كل أطراف هذا الوطن من كل مكوناته حكومة وشعبا على أن نقدم خيارا خيارا وطنيا جامعا مقبولا ومتوافقا عليه وقادرا على أن يؤسس لحل جدري دائم نعمل فيه سويا على حل حلة كل الأزمات ومواجهة كل الظروف المحيطة بنا كبحرينيين فالذهاب في خيارات فاشلة هي من قبيل الهروب إلى الخلف وهي خيارات لا تجلب منفعة للوطن واستخدام لغة التهديد والوعيد والمحاكمات والتهديدات بالقتل والإعدامات خيارات ليست وطنية فلا تبنى الأوطان بالمزيد من نسف الدماء ولا بالمزيد من الاحتقار أو الازدراء لأبناء هذا الوطن ولا من خلال الهروب للأمام بالذهاب في أفكار ترقيعية هشة تكشف عدم الرشد واستمرار الفشل فحسب ما نتنقاه ما نتلقاه من معلومات بعد فشل الخيارات السابقة في القضاء على الحراك المطلبي السلمي وبقائه قويا وناضجا وقادرا على الاستمرار فإنه ينقل بأن النظام يعمل على مشروع يريد من خلاله تقديم بدائل سياسية للمجتمع السياسي والشخصيات المعارضة والعمل على إقصاء الشخصيات الوطنية وجعلها من الماضي خطة لدى النظام يعمل على إخفاء بعض الأسماء وإنهائها وهو أسلوب قديم وبالي ودائما ما تكون نتائج في النهاية خلاف ما يتمنون النظام يريد اليوم تقديم شخصيات بديلة عن الشيخ علي سلمان وعن الأستاذ إبراهيم شريف وعن الأستاذ نبيل رجب وغيرهم من المخلصين والوطنيين وتصديرهم إلى واجهة العمل السياسي وفرضهم على المواطنين كبدائل وعلى الناس أن تستجيب لهم وتنسى المطالب والهموم وحتى الشخصيات وهذا لن يتحقق ولن يتأتى للنظام ولا للانتهازيين معه بأن شعبنا أوعى وأكثر دكاء من السلطة والمسعى للإطباق على الفضاء السياسي والحقوقي والإعلامي والميداني يعكس حجم هذه الأزمات والفشل في مواجهة المطالب الشعبية العادلة والحراك السلمي والخطاب الوطني وإن إغلاقكم للوفاق ووعد وأمل ظن منكم بأنه سيضع في الهبة الشعبية والعمل السياسي الوطني كما خططتم طبعا كما خطط النظام نقول لكم أنتم واهمون فما هذا الإجراء سوى إغلاق مباني لا أكثر لأن الوفاق ووعد وأمل وغيرهم هم وجود أصيل وراسخ ويعبرون عن مشروع وطني لا ينتهي بإغلاق المباني ولهم شعبية عارمة ضاربة في جذور هذا الوطن إذن استمعنا إلى قسم من كلمة نائب الأمين العام لجمعية الوفاق السيد حسين الديهي في الشيخ في الذكرى السابعة للثورة البحرينية الآن نتابع نشرة الإخبارية بشكل سريع لنعود إلى أخبار سوريا والمواقف أيضا البارزة تركيا تحديدا للرئيس تركي رجب طيب أردوغان الذي أكد اليوم أن دعم واشنطن المقاتلين الكرد سيكون له تأثير في قرارات أنقرة في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية قال أردوغان أنه لا يحق لأحد بعد الآن التزرع بداعش وأشار إلى أن الستارة أسدل على مسرحية داعش في سوريا والعراق وفق تعبيرها قرار حليفتنا وشركتنا الاستراتيجية دعم وحدات حماية الشعب بالمال سيؤثر بالتأكيد على قراراتنا على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكومته تدعم الإرهابيين من أمواله ميدانيا استشهد أربعة مدنيين وجرح عشرة جراء قصف الجيش التركي محيط مستشفى عفرين شمال سوريا بثلاثة صواريخ جراد مرسلنا أفدى بقصف مدفعي تركي مكسف استهدف مركز المدينة اليوم هذا وتحدث مفد الميدين إلى عفرين عن تقدم محدود للجماعات المدعومة من تركيا في شمال بلبل وجنوب شرق جندرس وفي سياق نتائج القرار السوري بإسقاط الأف-16 الإسرائيلية أكد معاون وزير خارجية السوري أيمن سوسان أن إسرائيل ستواجه مفاجآت أكبر إذا اعتدت مستقبلا على سوريا وثق تماما أن المعتدي سيتفاجأ كثيرا لأنه ظن أن هذه الحرب الاستنزاف التي تعرضت لسوريا خلال سبس سنوات قد جعلتها غير قادرة على مواجهة هكذا اعتداءات ما حصل في الأسبوع الماضي كذب هذه القناعة لدى قادة الكيان الغاصب وإن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا الاعتداء على سوريا تصريحات سوسان كان قد سبقها تهديد وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمن من شمال فلسطين المحتلة بأن إسرائيل ليست مقيدة بالرد على مواصفها بالاستفزازات من الجانب السوري فيما رأت صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل الآن في وضع استراتيجي عقب إسقاط المقاتلة مقاتلة الأف-16 هبت الله بيتار تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في موقع لا تحسد عليه بعد الضربة الموجعة التي تلقتها بإسقاط مقاتلة أف-16 بصواريخ سوريا المسؤولون الإسرائيليون يحاولون الظهور بمظهر القوي وزير الأمن أفكدور لبرمن أكد أن إسرائيل سترد على أي استفزاز وليس لديها قيود وقال حرفيا إن هذا زمن العض وليس زمن النباح ونحن وصعنا عض بشدة وأمل أن لا نضطر إلى فعل ذلك لكن الصحف الإسرائيلية لا ترى إسرائيل في موقع القوة حاليا بل هي الآن في وضع استراتيجي معقد بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت الصحيفة قالت إن الردع الإسرائيلية يتقوض بلا شك مشيرة إلى أن التحصين على حدود غزة والشمال يبث رسالة معاكسة لمنطق الردع كما صلتت الصحيفة الضوء على الموقف الأمريكي مما حصل ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكلف نفسه عناء الطلب من وزير خارجيته الذي يزور المنطقة بتغيير برنامجه قليلاً وزيارة إسرائيل نيويورك تايمز رأت أن الشرق الأوسط كاد أن يكون على موعد مع حرب جديدة لو لا الاتصال الغاضب الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن برئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي عسكري رفيع قوله إنه في العلن وليس في السر فقط أخذ الروس جانب الطرف الآخر ضد إسرائيل أحداث يوم السبت أظهرت أمرين على نحو واضح بحسب نيويورك تايمز أولاً أنه لا يمكن لإسرائيل التحرك في سوريا من دون حدود فالقوى المشتركة المعارضة لها ستواجهها بقوة وثانياً روسيا باتت اللاعب المهيمنة في المنطقة الجيش السوري عثر على أسلحة إسرائيلية خلال تفتيشه المناطق المحررة من داعش في ريف دير الزور ونقلت سانة عن مصدر عسكري سوري أن الجيش عثر على مستودعات تحوي كميات كبيرة من الزخائر الصاروخية وقضائف الهاون والدبابات والمدافع بعضها إسرائيلي الصنع في قرى السيال وحسرات في الريف الشرقي لمدينة البوكمال كما عثر على معمل كبير لصنع القضائف والمتفجرات في قرية أسبيخان في الريف الشرقي لمدينة الميادين وفق المصدر العسكري في العراق كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي أن الولايات المتحدة تؤسس لإقامة قواعد ثابتة في العراق الزاملي قال أن الاحتلال الأمريكي يعمل على إنشاء قاعدة جديدة قرب منفذ الوليد على الحدود السورية لتكون قريبة من سوريا بهدف أحداث توازن في الصراع الدائر هناك مع روسيا وإيران وأشار إلى أن عدد الجنود الأمريكين في العراق بلغ ثمانية ألف كما أفدت مصادر عراقية مفق بها الميادين بأن السلطات العراقية المختصة راجعت لائحة أهم المطلوبين أمنيا التي كانت قد صدرت عام 2006 المصادر أكدت أنه جرى حثث اسم الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معان بشور من اللائحة نهائيا طبقا للآليات المتبعة وحول هذا الخبر ينضم إلينا من بيروت الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي سيد معان بشور أهلا بك هل تم فعلا تم هذا الأمر سيد معان وما حيثية كل هذه القضية في الاقتراحة؟ يعني في الحقيقة أنا لم أتلقى ابتصالا لا بوضع اسمي على اللائحة ولا بحلس اسمي كل ما اطلعت عليه من وسائل الإعلام وخصوصا من الميادين التي أوجه لها شكرا خاصا ولرئيس مجللاتها الصديق العزيز غسام جده لأنه منذ اللحظة الأولى اهتم بهذا الأمر وسعى إلى ضوضيح بعض الالتباسات التي كانت ضرورية فأنا بفعل لم أتصل بأحد وكل ما في الأمر أنني استغربت هذا الإجراء وأعتقد أنه لا يستند إلى أي موطن حقيقي وموقف معروف من الإرهاب وموقف معروف من القضية الوطنية العراقية هل لديك تفسير لوضع الاسم ومن ثم إعادة حاسم؟ لا أريد الآن وخصوصا بعد أن علمنا بإلغاء هذا الاسم عن دوائح الإرهاب العراقية لا أريد أن أدخذ في تفاصيل لكنني أعتقد أن هذا الإدراج هو من مخلفات لائحة سابقة كان الاحتلال الأمالكي قد وضع إسمي عليها ويومها أيضا كنت الوحيد من غير العراقيين الذي وضعه ويومها كان لذلك الإدراج مبرراته لأن موقفي من الاحتلال الأمريكي ومن مقاومة هذا الاحتلال موقف معروف أعتز به لكنه في الإطار السياسي والإعلامي والشعبي ولم يكن للحظة واحدة في أي إطار آخر هل لديك رسالة ربما لتوجيهها للسلطات العراقية سيد؟ أنا أتمنى أن تكون السلطات في بلادنا تتمتع بقدر أعلى من المسؤولية فلا تتهم بريئا ولا تتجنى على من لا يستحق التجني ولكن أيضا لابد من شكري كل من سعى من أجل إلغاء هذا القرار وكما قلت في مقدمهم الأخي الأستاذ غسامن جدو وكذلك قيادات لبنانية وعربية وأشكر حملة التضامن الكبرى التي رافقت هذا الإجراء واعترضت عليه لأن أبناء الأمة العربية من المحيط الخليج يعرفون تماما مواقفي ويعرفون تماما سعيي دائما لأن أكون جسرا أنا وإخواني في كل المؤسسات التي أعمل بها نسعى أن نكون جسورا لترتيب أوضاعنا الداخلية ولا نريد أن نكون متاريس تصب الزيت على نار هذه الصراعات والخلافات الدائرة فيه ومنطقة لها نفهم منك سيد معا أن وضع الاسم لم يكن فيه تطقيق هو وضع بشكل لم يكن هناك تطقيق كثيرا وتحقيق به بالتأكيد لم يكن هناك تطقيق عند بعض المراجع ولكن أظن أن هناك من حرص على إدراج هذا الاسم لسبب يتعلق بفياستنا العامة خصوصا في مواجهتنا لصفقة القرن ولإعلان ترامب فدورنا في لبنان وخارج لبنان كان دورا واضحا في الأضراض على هذا في كل أحوال نحن كما علمت الميدين أن من دقق بشكل مباشر في مسألة في هذه القضية يعني برمتها كان مستشار الأمن القوم العراقي سيد فالح الفيض يعني إذا كان ذلك فأنا أشكره بدون شك وأشكر كل من أبدى تفاحما لعدالة هذه القضية وأدرك تماما أنني لست من النوع الذي يدراج على مثل لوائح تضم إرهابيين على العكس من ذلك أنا قومي عربي معروف في مواقفي وأنا لا أريد للعراق ولأي بلد عربي إلا الخير وإذا استطعنا أن نسهم في هذا الخير نقوم به وإذا لم نستطع فلا نريد أن نكون جزءا من هذا ستذهب إلى العراق بشكل طبيعي؟ إن شاء الله تكون الظروف تسمح لأن العراق بلدنا وحبيبنا والعراق له مكان خاص في قلبي بأهله وشعبه وقواه الحرى شكرا سيد معان بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القوم العربي كنت معنا من بيروت أعلن المدعي العام لطهران جعفري دولة أبادي إلقاء القبض على بعض الأشخاص بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل وأوضح أن بعض المتهمين شارك في مؤتمر أمني بحضور ضباط للموساد الإسرائيلي كما لفت إلى أن بعض المتهمين اعترف بإجراء زيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والآن ينضم إلينا من طهران مرسل الميادين حازم كلاس حول هذا الخبر والتفاصيل كل فترة نسمع بكشف عن شبكة تجسس أو شبكات إرهابية هذه الشبكة ما التفاصيل حولها حازم نعم لانا يعني صحيح ما ذكرتي كل فترة هناك نسمع أنباء عن اعتقال جواسيس في إيران ولكن ربما هذه المرة الأمر مختلف هذا الخبر عن اعتقال عدد من الجواسيس المرتبطين ليس فقط بجهاز الموساد الإسرائيلي وإنما بجهاز الـ CIA الأمريكي أيضا كانت الميادين قد بثت هذا الخبر منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولة أبادي عن اعتقال هؤلاء هم بحسب بعض المصادر يعني لم تؤكد مصادر رسمية عدد المعتقلين ولكن يصل عددهم إلى سبعة أشخاص كانوا ينشطون في إطار منظمة NGO منظمة غير حكومية تنشط في مجال البيئة وقد قامت بعض الجهاز الأمنية بمتابعة عملها ورفعت تقريرا منذ أكثر من شهر ونصف إلى الادعاء العام في إيران وعليه تم مراقبتهم بشكل مكثف أكثر من السابق نظرا لوجود شكوك منذ البداية حولهم وصار إلى اعتقالهم نهاية الأسبوع الماضي وتتفاعل القضية في إيران بطبيعة الحال نظرا للتصريحات التي أدلى بها المدعي العام في طهران والتي كشف فيها عن الكثير من التفاصيل كشف أن هذه المؤسسة المعنية بقضايا البيئة كانت قد تأسست منذ أكثر من عشر سنوات في إطار مشروع أمريكي إسرائيلي للتجسس على المواقع الحساسة في إيران وقد حددت لنفسها ثلاثة أهداف وهنا أنقل عن المدعي العام في طهران هذه الأهداف هي رصد للواقع البيئي في إيران والاختراق أو الاندساس بين الكوادر العلمية في الجامعات الإيرانية وجمع معلومات عنهم وعن الكوادر العلمية وأيضا جمع معلومات عن الأماكن الحساسة والحيوية في إيران وتحديدا ذكر المواقع الصاروخية وأشار إلى أن هذه المؤسسة نشرت عدد من الكاميرات في عدد من المواقع في إيران تحت غطاء رصد التغيرات البيئية ورصد بعض الحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض ولكن الهدف الأساسي بحسب المدعي العام في طهران هو رصد التحركات الصاروخية والتطورات الصاروخية والفعاليات الصاروخية في إيران اللافت أن عدد من هؤلاء الجواسيس أو هؤلاء المعتقلين يحملون أكثر من جنسية بحسب المدعي العام في طهران أحدهم يحمل ثلاث جنسيات هي جنسية إيرانية وأمريكية وبريطانية شخص آخر أيضا يحمل الجنسية الكندية إضافة إلى جنسيته الإيرانية وتفاعل هذا الموضوع في إيران لا يأتي فقط مع الكشف عن هذه المعلومات وإنما أحد المعتقلين الذين تم توقيفهم انتحر في السجن أثناء التحقيق معه ما أثار الكثير من النقاش هنا في إيران حتى أن الصحف الإيرانية عنونت هذا الموضوع على صفحاتها الأولى هذه صحيفة إيران الحكومية تعلق متابعة قضية موت هذه صحيفة شرق أيضا تعلق عن عرض الدقائق الأخيرة لحياة سيد إمامي وهو الشخص الذي انتحر في السجن نتيجة لانتحاره قام بطلب من الإدعاء العام تم عرض اللحظات الأخيرة من خلال الكاميرات في السجن كيف انتحر كيف توجه من زنزانته إلى الحمام حيث انتحر هناك مستخدم وسائل معينة عرض هذا الفيلم على عائلة المتوفى وعرض أيضا على وفد من البرلمان الإيراني من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لذلك القضية تتفاعل بشكل كبير هنا لأن خاصة أنها تستهدف الكثير من الأمور والإدعاء العام طلب بعد هذا الانتحار ومع الكشف عن هذه التفاصيل بتسريع التحقيق مع المعتقلين الآخرين حتى أن كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية لنا تحدث عن سوابق في هذا المجال وتحديدا سعي بعض الجهات الخارجية تحديدا في إسرائيل وأمريكا إلى التجسس على إيران عن طريق مؤسسات بيئية أو مؤسسات تعنى بمجال السياحة على تبيل المثال شكرا لك زمينا حزم كلاس مراسل ميدين على كل هذه المعلومات كنت معنا من تهران والآن ننتقل إلى فلسطين المحتلة حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقال المناضلة الفلسطينية عهد التميمي إلى الحادي عشر من الشهر المقبل وكانت عهد وقبل بدء الجلسة التي حولتها المحكمة إلى مغلقة قد ظهرت مكبلة اليدين وهي تبتسم لعدسات وسائل الإعلام ولأسرتها التي حضرت المحاكمة وتوجه والد عهد بالطلب إليها بأن تكون قوية لأنها هي المنتصرة لا أتوقع شيئا من المحاكمة لأنه لا عدلة في المحكمة العسكرية هم يدركون جيدا أن الناس خارج المحكمة العسكرية مهتمون بقضية عهد ويدركون أن حقوقها انتهكت وأن محاكمتها ما كان يجب أن تحصل لذا فإنهم يقومون بإخفائها عن الجميع من خلال جعل الجلسة مغلقة وعدم السماح للناس بالحضور داخل المحكمة لمتابعة جلسات الاستماع وفي إطار الحراك التضامني مع الأسيرة المنادي لعهد احتفلت نشطة فلسطينية بعيد ميلاد عهد قبل لحظات من بدء جلسة المحاكمة الخاصة بعهد ووالدتها وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل احتفال نشطة فلسطينية بعيد ميلاد تميمي التي تحاكم بتهمة ضرب جمديين في الجيش الإسرائيلي والد الأسيرة عهد تميمي طلب المؤسسات الحقوقية برفض المحاكمة المغلقة التي جرت في المحكمة العسكرية الإسرائيلية وفي حديث للميادين حذر باسم التميمي من خطورة وضع ابنته في الأسر كان الملفت في هذه الجلسة هو رفض فتح ابواب المحكمة أمام الصحافي والجمهور من الدبلوماسيين ومؤسسات حقوقية وهو بحجة أن العهد الطفلي وهذا يعرضها الخطر وكان وجودها بين أقفاص السجن هو من أجل إنسانيتها ومن أجل طفولتها ولا يخدش هذه الطفولة كونه جاء من هذا الاحتلال الذي أعطاه الله التمايز والتميز عن كل البشرية وبالتالي هي سجون أفضل من حضور الإعلام وحضور الدبلوماسيين وهو يؤكد أن هذا الاحتلال لا يأبه للرأي العام الدولي ولا للقوانين الدولية ولا لكل الأعراف وإنما منطق الكوة والعنجهية هو الذي يحكم هذا الاحتلال ونؤكد أننا نشعر بالخطر على ابنتي وزوجتي كونهم في محكمة عسكرية كوني فقط تختي في عام 1993 في محكمة كهذه قتلك داخل محكمة وبالتالي أنا أرى أن المؤسسات الحقوقية وعلى الاتحاد الأوروبي وكل سفرات أوروبا الاحتجاج ورفض هذه الإهانة التي تعرضوا لها بعدم قبول وجودهم في مثل هذه المحكمة وفي الإطار ذاته قرر 500 معتقل الإداريين فلسطيني في سجون الإسرائيلية مقاطعة جلسات محاكم الاحتلال بدءا من الخميس المقبل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس قال أن المعتقلين الإداريين في مختلف السجون وبتوافق فصائلي سيشرعون في هذه الخطوة بعد يومين ولفت إلى أن ذلك يأتي ردا على الاعتقال الجائر والغير القانوني الذي بات سيفا مصلطا على رقاب المئات بحسب قدور مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة جديدة لمواجهة السجان الإسرائيلي أقرها الأسر الإداريون احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعدم إغلاق ملف الاعتقال الإداري الذي يحرمه القانون الدولي قرار الأسر أعلن في بيان صدر عنهم وتلي في مؤتمر صحفي عقد في رام الله وأكد ضرورة مساندة الأسر الإداريين في خطواتهم التصعيدية الأسر الإداريون في خطوة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري أمهلوا المحامين الذين رفعوا التماسات أو استئناف حول الاعتقال الإداري حتى واحد ثلاث بمعنى المحامي الذي عنده التماس أصبح معين حتى واحد ثلاث يكون آخر موعد هو واحد ثلاث قرار الأسر جاء بعد تنصر الاحتلال من اتفاقته مع الحركة الأسيرة التي خاضت معركة الأمعاء الخاوية العام الماضي لتحسين ظروف الاعتقال والمطالبة بإغلاق ملف الاعتقال الإداري هذه الخطوة يجب أن يبنى عليها نحن ندعو ودائما ننادي أبناء الشعب الفلسطيني بمقاطعة البضايا الإسرائيلية وما إلى ذلك حري بنا أيضا أن نقاطع هذه المحاكم التي قمعت ونكلت وكانت عمليا أداة أو ذراع طولة للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية لجيش الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني وتعتقل إسرائيل أكثر من 500 معتقل إداري في سجونها يزدادون يوميا ولا توجه إليهم اتهامات ولا تخضعهم لمحاكمات وتبرر اعتقالهم بالملف السري هي بمثابة صرخة قوية ضد هذا الاعتقال الإداري التعسفي ضد هذا الظلم الذي يمارس على شعبنا وعلى المعتقلين الإداريين وبالضرورة هناك حال من التنسيق والتناغم ما بين التحرك على مستوى السجون وما بين التحرك بالخارج المعتقلون الإداريون أعلنوا أن خطواتهم ستتواصل حتى توقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم وخصوصا حرمانهم من الزيارة والتفتيش العاري وساعات التحقيق الطويلة قضية الاعتقال الإداري عادت من جديد إلى الواجهة بعدما صعدت إسرائيل من حملات اعتقالها لشبان الفلسطينيين وزادت من اعتداءاتها عليهم في سجونها نسر سلمي رحم الله الميادين تكذيب البيت الأبيض رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بشأن التفاوض حول قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة مثل سابقة في العلاقات بين إسرائيل والبلاد المتحدة ودفع نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه كلامه الموثق الذي قاله بنفسه من الإسماعيل دعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود بأنه يدير مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية استدعى ردا أمريكيا سريعا لتكذيب هذا الديعاء فيما يتعلق بمسألة فرض قانون السيادة أستطيع أن أقول لكم إنه منذ مدة وأنا أدير حوارا في هذا الموضوع مع الأمريكيين هناك مبدئان التنصيق على قدر الإمكان مع الأمريكيين حيث أن العلاقة معهم ذخر استراتيجي لإسرائيل وأيضا للاستيطان وضرورة أن يكون الأمر في إطار مبادرة حكومية لا خاصة لأن الأمر يتعلق بخطوة تاريخية سرعة التكذيب الأمريكي لكلام نتنياهو مثل في رأي محللين صفعة لم يتوقعها نتنياهو من الترامب الذي يحب أن يصفه بالصديق الأفضل لإسرائيل يبدو لي أن هذه مواجهة غير مسبوقة بين نتنياهو والبيت الأبيض وذلك بعد أن قال الأمريكيون على نحو واضح إن كلام نتنياهو ليس صحيحا معلقون قالوا إن بيان التكذيب الصادر عن البيت الأبيض كان الأكثر إحراجا لنتنياهو وألزمه بإصدار بيان نفي لما قاله بنفسه في الإدارة الأمريكية صدموا من تصريحات نتنياهو بشأن الضم ومسؤولون أمريكيون ببساطة استشاطوا غضبا البيت الأبيض بعث برسالة حسمة غير قابلة للتأويل إلى مكتب نتنياهو يطلب منه فيها إصدار بيان توضحي نتنياهو ورجاله حاولوا القول إن الأمور أخرجت عن صياقها لكن في البيت الأبيض علموا أن نتنياهو هو نفسه من أطلع الصحافيين على تصريحاته في اجتماع الكتلة في الكنيسة وفي النهاية أجبر على إصدار بيان ينفي في الواقع ما قاله هو نفسه قلة هم قادة العالم إن وجدوا الذين حظيوا ببيان تكذيب رسمي لهم من قبل البيت الأبيض يقول مراقبون ويضيفون يبدو أن نتنياهو قد خلق سابقة ومن سخرية القدر أنه حصل فيها من صديقه العظيم في البيت الأبيض على شهادة كذب رسمية قررت حركة النهضة في تونس مقادة الأعلمين الذين يشنون حملات تشويه وتحريض ضدها خطوة عدتها نقابة صحفين تونسيين محاولة لتكميم الأفواه وتضييقه على الحريات عما تشتار تهديد أطلقته حركة النهضة ووعيد منها بمقادة الأعلميين الذين يوجهون إليها الاتهامات ويحرضون على قادتها البيان صدر عن المكتب التنفيذي وحمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي يمثل أعلى سلطة فيها خطوة عدتها النقابة الوطنية للصحافيين محاولة لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات وخصوصا أنها تأتي من طرف شريك في الحكم وفي إطار سياق عام توالت فيه محاولات التضييق على الإعلاميين لا ننسى أن حركة النهضة هي جزء من التحالف السياسي الموجود الآن مع نداء تونس في التحالف الحكم ولا ننسى أيضا في سياق تصريحات سيد راشد الغنوشي الذي اعتبر فيها أن من ينعطون حزب النهضة بأنه حزب مدني يتركونه فقط خيارا للحرب الأهلية ونحن ندري ما الداعي إذا في كل مرة تخويف التونسيين بموضوع الحرب الأهلية إذا وجهت انتقادات إلى حركة النهضة هو خطاب لم تعهده النهضة التي لم تقاضي الإعلاميين خلال سنوات حكم الترويكا والتي تعرضت فيها لانتقادات شتى يبدو بحسب مراقبين أنها أخطأت فيه الهدف بفتح مواجهة مع الإعلاميين والحال أن أشذى الانتقادات طولتها من خصومها السياسيين الذين عدوها حزبا غير مدني يجب حله تم برشة اتهامات ما فيها حتى الدليل حركة رهبية حركة ذا أحنا ما تنساش متهمين بالاغتيالات متهمين وهذا كله هذا اللي اقصدناه موش حر التعبير وموش موش ضد الصحفين ضد أصوات نجب تكون أصوات هذه ليش حتى في الآلم انقسام يحكم المشهد في تونس بين اتهامات للنهضة بالانحراف في الموقف إلى حد السقوط في فخ الارتباك وتبني مواقف غير ديمقراطية وتبريرات لرفضها توظيف خصومها السياسيين بعض المنابر والصفحات لتوجيه سير من الاتهامات إلى الحركة لا تستند إلى إثباتات قبيل موعد الانتخابات النهضة تخشى من التغيرات الدولية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تخشى كذلك من مسألة ما يشاع حول تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والتطرق لإسمها في كل تصنيف جديد لتونس في القائمات الدولية السوداء حرب استباقية لتحييد أصوات المنتقدين تحسبا لفتح ملفات أخطاء الحكم في فترة الترويكا أم رد على استهداف مكثف من خصومها السياسيين استفهام قد تحتاج الإجابة عنه إلى متبعة تطورات المشهد السياسي في البلاد خلال الأشهر القادمة عيمة شترة تونس الميادين والآن نعيد تذكير بعنامين النشرة موسكو تكشف عن إعداد النصرة لإستفزاز كيميائي في إدلب لاتهام دمشق به والأفروف يتهم واشنطن بتهديد وحدة سوريا وبعزمها على أبقاء قواتها فيها إلى الأبد تلرسون يرى أن هجوم عفرين حرف مسار العمليات ضد الإرهاب وأردغان يدعو واشنطن إلى عدم تزرع بداعش لبرمن يعد سوريا نقطة ضعف محور المقاومة ويهدد باستمرار الاعتداءات عليها ودمشق تتوعد إسرائيل بمفاجآت جديدة الاحتلال يمدد اعتقال المناضي لعهد التميمي ويبقي جلسات محاكمتها السرية والمعتقلون الإداريون يقطعون جلسات المحل للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت برغتان العربية والإسبانيا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر